سابقة كمان حسام حسن لقطة مبارح بكنتش اتمنى ان البعض يحاول يصدرها ويخليها تريند على السوشيال ميديا لان حسام حسن من اللعيبة الوعدة حسام حسن من المهاجمين المتميزين حسام حسن من اللعيبة اللي بيتسو مصيماني كان مقتنع به جدا وكان لفيه سعي ان اللاعب ده لازم يكون موجود في النادي الاهلي السنادي بس الفكرة انت بتلعب بمحمد شريف وماشي بشكل كويس فعايز تدي حسام حسن في توقيت كويس جدا عشان ما تحرقش اللاعب لسه منضم جديد للنادي الاهلي ما تستعجلوش على لعبتكو لسه المشوار طويل ولو حد خد باله من توقيت تغيير حسام حسن هو مش تغيير فيعني ما فيه ثقة في اللاعب او امكانيات اللاعب لأ انبارح بيتسو مصيماني اول ما تأكد من احراز الهدف الرابع الاحراز حسين الشحات اتطمن للمباراة فنزل حسام حسن عشان يدينه مساحة وقت يقدر يلعب به حتى لو خمس ده حتى لو ديئتين حتى لو دي في توقيت المباراة ممكن تكون من الكهرباء فيه يضيع كورة يضيع جون فبالتالي الناس ممكن تهاجموا او تنتقطوا كلكم بتشوف السوشيال الميدا دلوقتي بيتردود فعلها ازاي على ضيع فرصة او ضيع لعب او على تزديدة فبالتالي هو المدير الفن بيحافظ على اللاعب بشكل بجير جدا حسين ممكن يكون متأثر لكن في نفس الوقت اتمنى اللاطات اللي زي دي ما تبقاش تريند والناس ما تصدرهاش وما نحاولش كده نصدر لنفسنا ازمة بدون لازمة يا جماعة